بالأسود والأبيض والظلال الرمادية الحزينة يرسم الفنان الكاريكاتوري السوري نجاح البقاع مآسية معتقل سجون النظام في بلاده التي ذاق مرها مرتين قبل أن ينتقل إلى منفى باريسيا يمنعه خوفه من أياد النظام من الإفصاح عنه شهادة وتوسيق للي أنا شفته في روع النظام السوري وبشعر دائما أنه هاي العملية الرسم بشكل يشهر بالنظام السوري هي متابعة على السورة السورية أسير النظام سابقاً بات اليوم أسير ذكرياته في السجن التي تشكل موضوع رسماته الوحيدة بعضها يصور أسليب التعذيب والبعض الآخر يحكي أنين المعتقلين وبعضها يبكي زملاء في السجن فتك بهم التعذيب تتجي الجسس من باقي الأفرع لكي نحفظها بغرفة بالطابق السفلي بالأبو وتاني نهار الصبح نخرج هاي الجسس مع الجسس الموجدة معنا اللي طلعت عنها من فرعنا كان فيه مشاعر من الخوف والحزن وقت نحمل الجسس بالبطانيات وغالباً كنا نحاول ننظر نتأكد أنه يا ترى هي الجسس بنعرفها هذا شخص بنعرفه يا ترى هذا صفوان هذا سامي هذا رهف صفوان سامي ورهف وستة عشر صديقاً آخرين خسرهم البقاع بعد أن سجن للمرة الأولى عام 2011 لأحد عشر شهراً فقرر الرحيل إلا أن وشاية من زملاء سابقين أدت إلى اعتقاله من جديد عام 2014 على الحدود اللبنانية السورية نجى للمرة الثانية وتوجه لباريس مع زوجته وابنته وهناك يشارك في مبادرة القافلة الثقافية السورية التي أطلقتها مجموعة من الفنانين السوريين في المنفى لتجوب أوروبا وتزيد الوعي بمأساة السوريين في بلادهم لارا نبهان العربية